موسيقى موسيقى من بين أنقاض الحرب وبارود الاغتيالات ودعوات العنف تعلن عدن إنتاج أول فيلم سينمائي يعرض من بعيد الأبحاث عشة أيام قبل الزفة هل يسمع صوت الناس التي تعبت من العنف وكرهة الحرب موسيقى أهلا بكم هي محاولة لترتيب الخلل الذي أحدثته الحرب في البيت العدني بل وفي المعادلة اليمنية بين الدولة والمواطن أصوات شابة قادمة من خارج إطار الأزمة أرادت أن تروي عطش الناس للحياة وترسم لوحة فنية في زمن الحرب وتمضي بالمجتمع لتجاوز دعوات العنف وأدوات القتل السينما تبعث من جديد في عدن ذلك الفن الصادق والمعبر عن حاجة الناس للحياة هل حان وقت الالتفات لجيل شاب متمرد ينتمي للمستقبل ويقول لا للحرب ليأتي بفيلم عشرة أيام قبل الذفة ويسرد قصة إنسانية على هامش التعايش وواقع الحرب والإحباط في اليمن عدن ستعود كما تقول دموع هذه سيدة العدنية لتؤكد أن الفن هو التعبير الأصدق عن عطش الناس للحياة وأحد السبر لترميم روح المدينة والمجتمع مرة أخرى تضع عدن بصمتها المميزة وهي تمضي في طريق انتصار جديد من خلال إنتاج الفيلم السينمائي عشرة أيام قبل الذفة كأول فيلم سينمائي طويل محلي يتم عرضه في مدينة عدن مع بداية أيام عيد الأضحى المبارك وهو من تأليف وإخراج المخرج الشاب عمر جمال الفيلم يروي قصة عروسين تحطمت أمالهم الجميلة في عدن بسبب الحرب ويسلط الضوء على تداعيات حرب الحوثي على المدينة أيام عدن المجيدة التي كانت رئدة المسرح في الجزيرة العربية تعود اليوم من نافذة فيلم عشرة أيام قبل الذفة في ظروف بلغة الصعوبة على المستوى الأمني والاقتصادي والسياسي وبعد أربع سنوات من الحرب وعدم الاستقرار يقول مخرج الفيلم أن العمل حاول إبراز المباني والأشكال التي توضح حضارة وتاريخ عدن وما لحقها من أضرار كبيرة في معالمها الأثرية ونمطها المعماري الفريد بعد اجتياح الحوثيين فعاليات احتفائية وحضور في الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي تناولت الفيلم تحت إطار الفن في زمن الحرب كأول تجسيد سينمائي لتشوهاتها يعيد صورة الإنسان العدني المحب للسلام والتعايش كما تقول إحدى بطلات الفيلم الفيلم قفز على واقع عدن المفروض عليها ليؤكد أنها مدينة التعايش ولا تزال وترفض تكريس العنف والفوضى رغم محاولات تكريس لغة الصوت الواحد عبر الاغتيالات والمنع وتدجين المجتمع بالمخاوف في الفيلم حضرت ملامح عدن ببساطة أبنائها وهم يواجهون صعوبات الحياة وقسوتها التي فرضتها الحرب وتداعيتها ما شهدت وقاعات العرض من تفاعل الناس والإقبال الجماهيري الكبير يؤكد إقبال المواطنين على الحياة ذاتها وأن عدن بخير وستتعافى إذن في هذه الحلقة سيكون معي عبر الأقمار الاصطناعية المخرج عمر جمال من عدن وسينضمعه آخرون خلال هذه الحلقة بداية المساء الخير أستاذ عمر أستاذ عمر مساء الخير هل تسمعوني؟ نعم أسمعكم مساء النور كل عام وأنتم بألف خير وأنتم بألف خير ودعنا بداية أن نبارك لك النجاح الكبير الذي حققه الفيلم حتى الآن من خلال ردود فعل الناس والمتابعين له يعني دعنا نبدأ خطوة خطوة أستاذ عمر في شرح قصة الفيلم تبدأ لنا منذ البداية الفكرة كتابة السيناريو يعني منذ انطلاقة الفيلم حتى النهاية طبعا فكرة السينما هي من البداية من بداية ما بدأت في هذا المجال الفني كان هو الحلم الأساسي الذي يراودني يعني ولكن نتيجة صعوبة فكرة إنتاج فيلم بدأت بالمتاح كان المتاح أمامي المسرح المسرح كان متاح فبدأنا بالعمل على المسرح وفعلا عشقت المسرح وما زلت عشقه وقدمنا هذه السلسلة من العمال المسرحية التي حققت نجاح جيد طوال السنوات الماضية ثم انتقلت إلى التلفزيون أيضا واعتبرت التلفزيون محطة للتدريب وتكبير شبكة العلاقات وفهم آليات التصوير والأمور الإدارية وكل ما يتعلق بالتصوير وإنتاج مادة مرئية أنا لست محبا للتلفزيون كثيرا ولكن كانت محطة مهمة ويبدو أنه في فترة ما كان مطلوب مننا نحن دائما نعمل مسلسلات في رمضان فأخذنا الوقت سرقنا هذا المشروع إلى أن أتت هذه السنة ولظروف معينة اقتصادية توقف العمل على المسلسل فكان في إحباط كبير فكنت أنا وصديقي محسن الخليفي في قلسة ما اللي هو منطقة المنفذ للفيلم أوقف له تحية وقال لي ليش ما نعودش للحلم الأساسي ليش ما نعملش الفيلم ففي لحظة قلت معقولي ما عملش الفيلم في ظروف أفضل من هذه سواء من وضع أمني سواء من استقرار البلد أقع ملو في الوضع ده فقال لي ليش ما نعملش قلت كل حياتنا مخاطرة قلت له أوكي ما فيش مشكلة يلا نبدأ بسم الله مؤلف مازل رفعت اللي كان كتب معي المسلسل قبلها وكنا في حالة حباط من عدم تنفيذه قلت له مازل بنقلس في مكاننا ولا نقوم نشتغل بدل من نموت من الملل والإحساس بالعجز قال لي الله نقرب ما بيش معنا حاجة اتفقنا مبدئيا أنه الكتابة يجب أن تتم وبعدها نبدأ البحث عن الرعاة ففعلا أخذت الكتابة قرابة أربعة أشهر هي الفكرة أصلا موجودة من خمس سنوات وكنا نحاول نكتبها كمسلسل لعدة سنوات ولكن كل مرة نكتبها مسلسل العمل ده يرفض أنه يكون مسلسل ما يكملش كل ما نكتبها مسلسل ما ينفعش كتبنا في 2013 وكتبنا في 2014 وحاولنا نكتبها في 2016 وكان يرفض قلت له ماذا يبدو أن العمل هذا رافض يكون مسلسل عنيد خلينا نقرب نعمل فيلم لأن القصة لا تتعوض القصة استثنائية تعال نقرب سينما وبدأنا نشتغل عليه وفعلا نشتغلنا من تحوير الأفكار السابقة إلى فكرة فيلم ساعتين كتبنا ليل نهار كتبنا يوميا دون توقف كنا نلتقي من التاسعة أحيانا من التاسعة صباحا أو العاشرة صباحا نروح تاسعة مساءا بشكل مكثف ونحن لسنا واثقين أن العمل سيتم كملنا الكتابة وكان محسن طرف ثالث أيضا معنا في العملية يحاول أنه يساعد في كل التسهيلات التي يمكننا تسهل عملية الكتابة وكملنا الكتابة قلنا خلاص طالما الآن معنا نص يلا بسم الله نبدأ نشوف الرعاة وكالعادة السيناريو بالضبط من الكاتب للسيناريو الإيمان بالمشاريع الثقافية والفنية مش كبير محدود فمن الصعوبة أنك تقد راعي ولكن في الأخير استطعنا أن نصل للرعاة الأفاضل التي أسمعهم موجودة في الإعلانات وفي مقدمة الفيلم التي دعمونا بكل حب ورغم أن المبلغ الذي قدرنا أن نحصل عليه متواضع للغاية يكاد يكون نصف ميزانية كليب أنا أعرف كليب أنتق قبل حرب 2015 ميزانية الضعف ميزانية الفيلم ولكن حب الناس التي اشتغلت في العمل إحساسهم بأنهم يريدون أن نصنعه فارق إحساسهم بأن القلوس في البيت لسنوات دون عمل فارق قاتل أكثر من أنك تخاطر وتقوم تشتغل حتى بأبسط الإمكانيات نعم كان الشغف أكبر من أي معوقات يبدو أنك لا تسمعني جيداً أستاذ عمر كان شغفكم بالفكرة أنت وطاقم العمل أكبر من أي معوقات كاتب السيناريو بالضبط يعني مازل رفعت وأنت أيضاً شاركت الكتابة أنا ومازل كتبنا القصة والسيناريو ومازل بعد كده أخذ عملية كتابة الحوار لفترة أخرى نعم إذن يعني بدأتم بالفكرة بدأتم بكتابة السيناريو البحث عن الرعاة وأيضاً بطاقم العمل بطبيعة الحال يعني عداً ليست وضع آمن حتى الآن للأسف لتمثيل فيلم مدته في العرض ساعتين ولكن ما وراء هذا العرض بالتأكيد هناك أشهر طويلة كيف استطعتم التغلب على الظروف الأمنية الصعبة في عدن؟ فعلاً كان مخيف خصوصاً أن النص لا ينتمي إلى النصوص الأفلام الصغيرة بمعنى مش صغيرة من حيث وقت العرض لا صغيرة من حيث عدد الشخص وعدد اللوكيشينات المحدودة لا العمل يصنف عمل كبير أنت تكلم عن 48 ممثل ده غير الكمبرز ده غير ما يزيد عن 50 لوكيشن يمكن يعني والعمل مصور في أحياء في شوارع في أزقة في أماكن حية وسط الناس مش في أماكن مغلقة أو أماكن تستطيع أنك تغالط فيها وتأخذ اللقطة بسرعة وتتحرك إنما هو التحدي هو القنون يبدأ هكذا تقول يلا تعال ننفذ حاجة مجنونة فتلاقي الأبواب تتفتح قلسنا حتى مع الفتيات وقلنا لهم الموضوع صعب ولكن معنا مقاتلات وليس فتيات عاديات قالوا نحن معكم قلب ورب زي ما يقولوا بعدا وفعلا نزلنا للشارع وعندنا نحن توجس كبير نحن حتى وقفنا النشاط المسرحي خلال الثلاث سنوات الماضية خوفا من الوضع الأمني وفوقئنا مفاجأة كبيرة جدا أن الشارع يعني احتضان غير طبيعي أنا ما شفتش حفاوة مثل هذه الحفاوة من قبل أبدا في حياتي في طبيعة الحال يعني تعطش الناس تعطش الناس مثل هذه الفعاليات وما دفعهم يعني لإلغاء أجواء الحرب والبدء بمنادى للحياة واضح واضح أن الناس صبرها نفد وكرهت القوة المشحون كرهت الوضع السياسي المعقد السياسي التي تدخلت في أتفه وأبسط تفاصيل حياتنا أصبحت الناس منهكة منها فيبدو أننا كنا نافذة أمل لهم فيعني تخيلي أن البيوت كانت تفتح الأبواب تمدلنا نحن ما وعصير يستقبلونها بشكل لطيف جدا ما فيش بيت دقينا الباب كده لم تتطرق باب إلا وفتح الباب لنا ولم تسجل حالة واحدة واحد حتى قال عفوا معلش ما نقدرش أصحاب المحلات التقارية أصحاب الأسواق كل الأماكن اللي صورنا فيها ما لاقيناش أي يعني اعتراض من أحد بالعكس كان الكل مرحب بشكل غريب حتى بالنسبة لما يتعلق بالأطراف الأمنية هذه عدنة التي نعرفها فعلا يعني أنا لا تدخيل مقدار سعادة طاقم البرنامج وأنا ونحن نناقش عدن بوجه آخر تماما تم تقديمه من خلال فيلم عشر أيام قبل الزفاة لو بدأنا يعني بداية أنا نعم فضل لا بس أحب يعني أقول أنه فعلا يعني أنا مذهول من الحفاوة الكبيرة يعني أبناء عدن فعلا جزء من إنتاج الفيلم الناس في الشوارع جزء من إنتاج الفيلم هذه حقيقة نعم كم ظلت مدة التصوير أستاذ عمر التصوير أخذ مننا يمكن 35 يوم مكثفة جدا هي اللي ساعدتنا أننا نستطيع أن ننقذ في الوقت القصير هذا فترة الإعداد الكبيرة وأنه الأول مرة أعتقد أنه في عمل مصور أخذ هذا الكمل هائل من البروفات نحن عملنا بروفات لأغلب المشاهد بشكل يعني دقيق بحيث أنه كنا نوصل للوكيشن تقريبا ما يأخذش المشهد هذا كالوقت الخارق يعني علشان كان الموضوع جاهز ومرتب فالإعداد القيد اختصر لنا وقت كثير جدا يعني طيب لو قلت لي منذ بداية قرار تحويل المسلسل إلى فيلم وحتى خروجه للناس كم أخذ مدة يمكن نقدر نقول سبعة أشهر إذن لو أتينا للعرض حدثنا عن تجربة العرض السينما توقفت بشكل مخيف في عدن والتي يعني تعد من أوائل المدن في الجزيرة العربية التي يعني وجدت فيها السينما كيف كانت فكرة العرض مدى استقبال الناس يعني مشاهدة فيلم من البداية نحن كان القرار يشبه قرارنا في المسرح يعني نحن بدأنا في المسرح أيضا بدأنا ضمن مهرقان ومعروف أنه بعد المهرقان خلاص المسرحية تموت تتعلب في مكتبة التلفزيون يعرضوها لو ذكروا يعرضوها يعني وانتهت المسرحية فأنا في المسرح زمان رفضت أنا والزملاء أننا نحن نكون في هذا الإطار وأنه لازم ننزل للشارع نفس الشي أنا لاحظت أنه أغلب الأفلام التي أنتقت في اليمن أفلام عرضت في مهرقانات وعرضت عروض خاصة ولكن كان هناك دائما تخوف من عدم وجود البنية التحتية والظروف الأمنية أن الناس لا تقدرش تعرض للناس وأنا دائما فكرتي أنه الفن يجب أن نعمله من الناس إلى الناس فكانت الفكر أنه لا بد أن نعمل عرض قماهيري طبعا نتيجة لأن البنية التحتية مدمرة تماما لكل السينمات في عدن كان السؤال إيش من قاعات مدرقة عندنا باقية في عدن فكانت قاعة ليلتي وألف ليلة وليلة هي قاعة أعراس فذهبنا لزيارتها وبدأنا نشوف كيف نقدر أن نحور القاعة هذه لعرض سينمائي بدرجة القودة المعقولة جدا اللي تخليك تدخل وتحس أنك فعلا فعلا بتشوف فيلم سينمائي مش مقرد عرض عادي هذا كان أحد التحديات وفعلا بدأنا فيه التحدي الثاني كان هو السؤال اللي راودنا طوال الفترة الماضية هو أنه من بعد حرب 2015 إلى 2018 الآن ما فيش فعالية ثقافية كبرى حصلت نحن حتى كمسرح توقفنا فهذه أول فعالية ثقافية كبيرة في الأدعاية مشبطالة والناس أكيد بتتخوف من الحضور لأنه الأخبار بروبغاندا السيئة عن الوضع الأمني اللي حاصل في السوشيال ميديا وفي الإعلام تخوف الناس أنهم يحضروا فقدنا نقول أنه لن نصدمش أنه الناس قد ما تجيش لأنه الناس بتكون خايفة يحصل تفجير يحصل حاجة لكن وقعت المفاجأة التي لم نتوقعها وأعتقد أنه محد متوقع حتى الجيم كل الناس مش متوقع اللي حاصل يعني الناس خاطرت مثل ما نحن خاطرنا بالفيلم ونزلنا نصور في قلب الشوارع في وسط الزحام وبين الناس بفتيات وشبان الناس والأسر والعائلات تدفقت إلى السينما بشكل أو إلى القاعتين يعني بشكل غير مسبوق يعني لحد هذه اللحظة تخيلي أنه مفروض أنه نحن خلاص تقاوزنا العيد ودخلنا في أول يوم دوام وتقاوزنا الويك اند وأكبر ضغط جماهيري حاصل أمس واليوم أول يوم دوام وتاني يوم دوام وعروض غدا محقوزة بالكامل لا وأزيد يعني كمان أنه نحن زيدنا عرض في قاعة ليلتي خامس بقانب العروض الأربعة الموضوع مفروض أن يحصل له كم عدد العروض التي تمت نسلو داون الآن خلاص نعم كم عرضتهم في الفيلم حتى الآن لحد الآن نحن ثمانية أيام ثمانية في ثمانية كم أربعة وستين أربعة وستين عرض لحد هذه اللحظة ماشاء الله أيها وزيدنا عرض إضافي بكرة في اليوم الواحد فيه يكون خمسة عروض والتدفق الناس غير طبيعي تخيلي أن صباحا اليوم الشباب رايحين للقاعة الساعة السابعة ونصف صباحا فالناس مطبرة جنب الباب سبعة ونصف صباحا علشان يأخذوا التذاكر يعني أنا ممنون لهذا الجمهور العظيم ومتفاجئ وأقول كلما جاء يوم وسمعنا انطباع جديد عن من الناس ربما زد شغف الناس أكثر لمشاهدة الفيلم وهذا ما يدل على نجاحه ورغبة الناس أيضا في حضور شيء مبهج يعبر عن يعني واقع اليمن يعني أنا لفتني لأمانة إحدى الأخوات التي يعني بكت بحرقة وأبكتني معها وهي تتحدث عن يعني كمية الدمار التي طالت عدا والتي عرضها الفيلم أنا شاهدت مقطع بسيط تم عرضه الكاميرا تجول حول العرس في الشارع البيوت مهدمة فعليا كثير من الناس يقولوا عدا لم تعمر بعد يعني مرور ثلاث سنوات حتى الآن وعدا لم تعمر السؤال أستاذ عمر كيف تستطعتم أن يعني تنقلوا وجع الناس للناس حتى وصلهم بهذا العمق ويعني الكثير منهم خرج باكرا لأنه شعر أن هذا الفيلم تحدث عنها والله هذه أيضا أحد المفاقئة الكبيرة اللي حصلت لي يعني أنا حضرت أكتر من عرض مع الناس وأشوف قنبي ورأي وأمامي وبعن في القاعة في الخروج الناس تقهش بالبكاء بشكل غير طبيعي رغم أن الفيلم مقدش أصنفه فيلم كئيب لا بالعكس الفيلم لايت ولطيف ويبعث الأمل ولكن يبدو أن الفيلم لمس الناس يعني شافوا معاناتهم شافوا من خلال حكاية شابين يعني وأسرهم يشتوا يفرحوا في هذا الوضع السيء يعني كيف تلقي الحروب بظلالها القبيحة على الحالة الاقتصادية للناس في كل بلدان النزاع في كل بلدان الحروب كيف المواطن البسيط هذا يصبح هو المتضرر الأساسي هو أحلامه وطموحاته البسيطة الناس عايزة تشتيعيشه بس تشتيعيشه بس بالحد الأدنى المتاح وهذا نحن حارمينه منه يعني الظروف حارماهم منه فكل واحد دخل الفيلم شاف أخوه أو نفسه هو مأمون وشاف أخته وبنته أو هي نفسها رشا الناس شافت كل شخصية أصلاً كانت عندها مشكلة معينة من إرهاصات حرب 2015 من إرهاصات الحروب بشكل عام فالناس تأثرت كمان الفيلم يركز بشكل أساسي على قصة ناس نزحوا من بيتهم بسبب الدمار واللي حد هذه اللحظة لم يتم الالتفات إليهم كمية الظل والمهانة والتلاعب بمصائرهم والتلاعب بحياتهم الخاصة كيف يتم نتيجة أنهم مذلولين وخارق البيت كيف يمكن الإنسان هل أستطيع أن أقوله يدود تحت الحجر زي ما يقوله نعم من خلال كلامك هل أستطيع أن أقول أن الفيلم يحمل رسالة سياسية أم إنسانية الفيلم يحمل رسالة إنسانية بدرجة رئيسية يركز على زي ما قلت لك على إرهاصات الحروب على الضلال القبيحة التي تلقى على حالة المواطنين وحياتهم واقتصادهم البسيط يعني عندنا مفكرة البطل هذه قصة لحالها واحد ماشي بمفكرة يسقل حسابات بس من كثر ما الوضع سيء فالفيلم إنساني بدرجة رئيسية أعتقد أنه أي أحد بيشوفه بيبقي أنا كنت أتوقع أيضا أن العمل فقط قد يمس أبناء عدن ولكن أنا فيه جماهير أقت من خارج المحافظة أيضا وكانوا يبكوا أيضا في القاعة فحسيت أنه الوجع يعني يصل للجميع يعني معاناة البطلين نعم إذا كان إحنا بكينا على بكاء الأخت التي بكت في الفيلم يعني من غير ما نشاهد طيب بسألك هل هناك فكرة لعرض الفيلم خارج محافظة عدن؟ والله نأمل يعني الوضع أنت عارفه في المحافظات الأخرى أيضا لسه مش مستتب ومش مستقر ولكن نحن الآن مركزين على عروض عدن عندنا مشكلة كبيرة هو أنه القاعات نحن متوقعنا نحن نجاح الكبير هذا فالقاعات محجوزة لفترة معينة وبعد كده لأنها قاعات أعراس فهي محجوزة أعراس والناس متدفقة الآن نحاول نرتب قدوة جديد للعرض بيتم الإعلان عنه خلال أيام خلال اليومين هذه سيتم ترتيب قدوة جديد منضبط لتمديد العروض فلسه مركزين في عدن نشتيل العمل يأخذ حقه وبعد كده نبدأ نشوف نتلفت يمينا ويسارا نشوف كيف نقدر نأخذ العمل للأماكن أخرى لأنه يجب أن يراها الجميع جميل هناك ملامح نهوض أستاذ عمر في عدن عدن التي كما تحدثنا هي كانت منبع لكل شيء جميل منبع للفن منبع للجمال الآن فيلمكم لا قصد كبير وربما أعاد الأمل في أشياء كثيرة أيضا هناك معهد جميل غانم للموسيقى عاد للساحة وبقوة وهناك فرق مسرحية أيضا هل يمكن أن نقول أن عدن يعني ستعود الوجه المضي لليمان ثغر اليمن الباسم كما يقال هل يمكن أن تتغلب الحياة فيها على الموت هذا واضح واضح أن البيئة خصبة من الناحية الإيجابية نحن نصبحنا حتى نقول البيئة خصبة نربطه بالأشياء الإرهابية والأشياء السيئة لكن أنا خلينا نقول بيئة خصبة للإبداع للجمال لإحتضان الثقافة يعني كمية أنا أشتي بس حدي شوف يصور الوشوش الوجوه اللي تدخل إلى القاعة هذه العمارة المختلفة من أطفال في سن التاسعة والتامنة والسابعة إلى يعني ناس كبار في السن يصل عمارهم إلى الثمانين عام أنا شفت ناس متكئين على أبنائهم يدخلوا إلى المسرح لماذا نحرم هذا الشعب العظيم من متعته في ممارسة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية ليش أضطرناه وخليناه يبدو أمام العالم كله شعب إرهابي متشدد شعب لا يحب الحياة شعب قبيح ليش نساهم نحن أبناء البلد في إظهار يعني الأسف يعني كسياسيين وكأطراف نزاع ليش نساهم في إظهار صورة بشعبة إنما هذا الشعب شعب جميل محب للحياة محب للثقافة محب للرياضة محب لكل شيء حلو نعم إذن سؤال أستاذ عمر أخير هل لقيتم أي دعم من جهات رسمية خاصة بعد نجاح عروض الفيلم والله في دعم مادي كان حصلنا على دعم مادي مشكورين وزارة الشعب والرياضة ووزارة الثقافة والمؤسسة الاقتصادية هؤلاء القهات الرسمية يعني اللي أيضا ساهمت كثيرا في إعلانات الفيلم المتواقدة في الشوارع وبالنسبة لبعض القهات إدارة أمن عدن السلطة المحلية ووزارة الداخلية أيضا قاموا بمساعدتنا وعطونا كل التراخيص لتسهيل مهمتنا ومهمة التصوير في كل مكان ونتيجة لهذه العلاقة الجيدة اللي تربطنا بالجميع استطعنا نحن نخرج بالعمل بشكل جيد دون مشاكل بالتوفيق إذن أستاذ عمر جمال ننتظرك في إبداعات جديدة ونأمل أن نشاهد هذا الفيلم أيضا شكرا جزيلا لك عمر جمال المخرج كنت معنا عبر الأقمار الإصطناعية من عدن إذن مشاهدين الكرام ننتقل إلى الفنانة سالي حمادة من القاهرة عبر الهاتف مساء الخير أستاذ سالي إذن المعذرة نذهب لفاصل قصير ثم نعود إليكم أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام وتنضم معنا الفنانة سالي حمادة من القاهرة عبر الهاتف ومساء الخير أستاذ سالي مساء يقول وكل سلام أنت طيب أتي إن شاء الله سبحانه سلام يرغب بالعجم لو يتأخر شوية إن شاء الله كل أيام أنا أعياد وأنت بألف خير وصحة وسلام ومبروك ألف مبروك على نجاح العمل الذي كنت فيه بدور البطولة وحبين تحكي لنا عن تجربتك في المعشر أيام قبل الزفة طبعا النجاح فينا نجاح أنا كلنا يعني مش نجاح فردي أو شخصي بالعكس نجاح بلد بأكملها صحيح نعم يعني كيف الفضل 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 العمل هو باختصار يعني كانت كثيرة جديدة اللي حدث إتي بحث دول سينما يعني أو إعادة إحياء دور السينما في عدن كانت كذربة لأبد من زواجدة فيها وكون أحد يعني أعضاء هذا الحدث كنت مترجد أن أكون جزء من هذا الفيلم طبعا عرض علي الفيلم الطبيقي وزميلي الثنان عم بدمان نفت معكم شوية أوجدت إحياء طبعا يكون لسنة وهم بخير إن شاء الله وحسوني جدا أنا ذاكرة طبعا هاته هما لسا في المنتاج يعني أنا كمان للآن نفسي أشوف الفيلم زي طبعا آه لسا ما شفتي هاي أنا هرس بسرعة فقلت بسك يعني وأعرض علي أن أقول مبعا في المصر طبعا أنا ما ما تصدقت الشكمية التوهزن الرجيب لعنو في المصر وكان على سوى ما بين الفكات ما بين الفصة مثلها ما بين دراما وكوميديا ما بين الفصة اجتماعية وإنسانية ما بين إعادة فرحة شعب أكمله إعادة أمل للناس أوضاعها الناس بعد الحرب كيف فرحة أوضاعها بس كيف الفيلم اتكتر نظرة جديدة أو جديد لشوف الحياة بالموضوع آخر أو بالموضوع مختلف أبصد وأسهل عشان واحد يقدر يعيش بارتياح ويقدر لكم تدمير المصر إذن يعني حدثينا قليلا عن دورك سالي في هذا العمل أنا دوري دور دور درشة هي خطيبة معبول طبعا نحن تحكي عن شخصين مقبنين على الزوار فطبل عشرة من دوركهم بتحسن كثير من العقبات ف القطة سهلة بقناة سهلة ووسيطة لكن الحب أو الرؤية وطريقة حلها هي اللي بتتدع أن الواحد يروح يشوف الفيلم ويشوف الخلول التي تم عقبها على عشرة نعم إذن سألي يعني بشهادة الجمهور يعني وأنا أجد أنه أهم ناقد يجد أنك تتقمصين الشخصية وتؤدينها بطريقة إبداعية وتصل إلى الناس بعمق في أكثر من عمل ليس فقط في هذا العمل لننسى أيضا دورك في رمضان لكن أيضا أود أن أسألك يعني ما المميز أو ما الذي وجدتي أنت مختلف في هذا الفيلم هو تقريبا 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 لكل العمل الوحيد الذي كان 29 بمئة باصل تسعة ثالح ماذا هي نفسها يعني رشا ما كنت مش مختلفة شخصية أخرى رشا هي تالي تالي هي رشا يعني كلنا تزعنا من الحرب وصلنا عيننا من الحاصل كانت فرصة حلوة لأقول كمان اللي في داخل نعم فأنت قد أسيع يعني أنا كنت حاضرة بكل قوتي على الكاميرا بروحي بأشكالتي بردود أفعالي الشخصية أسالحة معنا فهي ما كانت قمت شخصية غير شخصيتي أنا كنت على طبيعة المياه بالمياه أنا كنت أنا زي معنا يعني كنت أقول اللي كنت أقول وكنت أفعال اللي كنت أفعال ولو أنا سأنا في موقف رشا كانت سأنا أريد أفعالي بس بالطريقة إيصالها للجمهور من خلال هذا الفيلم أفعالي 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 رسالة اللي إحنا كل أنا الوحدي بالعكس كل طاقة السلم عشر ينقل الزف الجميع بدل المهود لإنقاح هذا الفيلم وكل أنا كنا نحضر العقبات العقبات مهما كانت مهما كانت العقبات التي تواديها كنا بسعين أن نخلص على هذا الفيلم الشهر وطبعا شكر وتحية جميع أفراد الساق مباقف شكر وتحية لجميع سبتان أهل عدد التي ساعدونا ببرضه بتنفيذ هذا المشروع الذي كانوا قلبا وقيدا معنا في الشوارع قز من نفسه في تعم إنكز هذا المشروع نعم هذا المشروع الثالث طبعا لهم إنه هذا العمل هديد لكم يعني إحنا بنشكر أنفسنا في هذا العمل إحنا كنا برضو هدفنا أنا وعمر وكل الأطراق هو تقدر تقولي توثيق أو تأريخ ما بقى من عدن توثيل الصورة الحيوى لعدن برغم اللي حاصل فيها لأنه إعلانيا لهم ذات فترة طويلة مع الأسف برغم أنه كانت أم بالسنون على مستوى للوطن العرب يعني وإحنا نحاول يعني نحاول نحن نعمل شوية كني صغير بعد نحن على قيد الحياة الحمد 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 كني صغير للعبان والأهل والأهل والسكن اللهم بشكل عام لأنه هذه مراية لنا كلنا ليش مراية لجزء معين أو شط معين نعم وربما الفيلم يعني كان مراية لكل جميل في عدن وهذا ما صحيح سيعالج جراح كثير يعني يعني الفيلم يعني عالج جراح كثيرة كما تشوفي نسك بوضوح بيشفر الفيلم صراحة بيشفر غليل يعني بيشفر نعم صحيح وأنا أشكر الله أنها راحة للسينما وبذكر فرحتهم والهربهم هذا يعني أنهم مقدرين هذا العام جدا يعني يعني هذا أقل ما ما يمكن أن نقدمه عن بعد سالي يعني أنتم الوجه الأجمل الذي يجب أن يظهر هذا هو وجه اليمان الحقيقي وجه عدن الحقيقي عدن سالك أيضا بالتأكيد يعني أنت لم تتابع الفيلم ولكن بتأكيد تابعت آراء الناس وكيف تأثروا كثيرا بالفيلم هناك نعم سالي تسمعينني يبدو أن سالي لا تسمعني هل تسمعينني الآن للأسف الشديد فقدنا الاتصال بسالي حمادة شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة إذن وينضم معنا عبر الأقمار الاصطناعية الصحفي نشوان العثماني من عدن مساء الخير أستاذ نشوان مساء النور لك أستاذ المشاهدين أهلا بك أستاذ نشوان بالتأكيد تابعت نزول فيلم عشرة أيام قبل الزفة إلى السينما ومدى يعني الأصداء التي رافقت الفيلم ما هي قراءتك الأولى نعم أنا كنت محظوظا وسعيدا بأن شاهدت الفيلم قبل خمسة أيام هنا في عدن في الصالة التي في الشيخ عثمان تقريبا ألف ليلة وليلة هو يعرض في صالتين في عدن وكما سبق أن تحدث المخرج والسيناريست عمر جمال فيما يخص الإقبال الكبير جدا للفيلم وهذا حقيقة شاهدتها وأيضا عدن بالكامل تتحدث عن هذه الخطوة الكبيرة التي يمكن القول أنها عدن مكثفة جدا ما بعد الحرب في هذا الفيلم ولم يناقش زاوية واحدة فقط وإن كانت دخل منها لكنه استطاع عبر عديد أفكار أو عديد قضايا أن يضمها وأن يلمها عبر هذا الفيلم بالتأكيد كان فوق ما توقعنا في الحقيقة أنا كنت علمت بالاستعدادات لهذا الفيلم من وقت مبكر وهو كان بنفق بالنسبة لي كبير أن يكون بهذا المستوى وأيضا بحكم الإقبال عليه من قبل الجمهور هنا في عدن دعيني عبر شاشتكم وعبر قناتكم ووجه التحية الكبيرة جدا لعمر جمال دعيني أقول عمر جمال هكذا فقط بالاسم فهو جدا قد يفوق ما سأعطيه من وصف هو وكل طاقم الفرقة الفنية كنت استمع أيضا لسالي وهي بطالة الفيلم أو من أبطاله وأيضا الذي شارك عمر في التأليف مازان رفعت وكل من ساهم في هذه الجملة الفنية الكبيرة جدا لاحظي أن عدن ربما إذا ما خارجنا قليلا عن الموضوع في كثير من ربما الفترة الماضية ظلت غير عدن التي نعرف فجاءت الآن ربما هذه جاءت هذه الخطوة لتعبر أن هذه عدن وعدن صحيح تلقت كثير من الضربات بالفترة الأخيرة وللأسف من أكثر من طرف عدن التي افترض أن تكون قد نهضت الآن بعد ثلاث سنوات من استعادتها بيد الحكومة المعترف بها دوليا لكن للأسف ظلت ربما تعاني من ويلات ما بعد الحرب أسوأ من الحرب نفسها وأتت هذه الخطوة لكي تعبر عن أمل كبير لا يموت وهذا لا نستطيع أن نقول ما تبقى من عدن لكن هذه هي عدن وهذه هي الطموحات والآمال التي افترض أن تكون في هذه المدينة التي مستقبل البلد كلهم ارتبط بها نعم جميل إذا أستاذ نشوان هل إلى أي مدى يمكن الجيل الجديد في عدن أن يتجاوز مربع الفوضى والمناطقية ويفرض واقع جديد ينتمي فقط للشباب طبعا ما قرأ من إفرازات ربما أو رفعت للسطح مؤخرا في عدن كانت مقلقة بالفعل ولكن ليست هذه المدينة عبر فرقة خليق عدن وعبر وعبر الفرقة هذه الطاقم الذي أنتج هذا الفيلم بقيادة عمر جمال لا نقول هناك أمل عادة من جديد نحن كنا نعرف أن هناك أمل ولكن أن الأمل عادة بهذه الإشراق الكبيرة التي يفترض أن تشكل للشباب مسارا أفضل وحماسا أكثر لأكل غد أفضل يريد من خلاله التعبير عن المكان الحقيقية التي يفترض فيها أن يكون الشباب في الحقيقة وإن كانت فشلت الجملة السياسية فالجملة الإبداعية الفنية هذا الاحتشاد كله من أجل هذه اللحظة ربما الفيلم شكل من أجل مدينة تستعيد ماضيها من أجل مدينة تشكل لقاء لكل كانت تشكل لقاء لكل الإنسانية مش نقول اليوم كل لا نستطيع أن نغفل بالمقابل هناك قضايا لا بد أن تكون موجودة ولكن التعبير عنها يفترض أن يرتفع إلى مستوى وعي هذا الطموح أو مستوى وعي الشباب الذين لهم الحق أن يكونوا متواجدين بهذا النوع من الإبداع ولاحظي من خلال حديث عمر معكم متحدث عن مساهمة أطراف ربما مجتمعة من أجل إنجاح هذه الخطوة أطراف ربما متباينة على الواقع سياسيا لكنها من أجل الفيلم هذا ومن أجل هذه الخطوة التي تشكل منعطف تكاتف الجميع من أجل هذا جدا مفرح بالأخير لا نملك إلا أن يكون هناك لدينا المحبة التي تجمع الجميع المحبة التي توفر الإبداع والترعاه والإبداع الذي في الوقت نفسه أيضا لا يوفر جهدا إلا وكان حاضرا من أجل أن يكون كما يفترض أن يكون حاضرا من أجل هذه المدينة وما يشبه ملامحها الأصيلة نعم إذن أستاذ نشوان لمسنا تفاعل كثير من من شاهدوا الفيلم من أبناء عدن وتأثرهم أيضا ما هو التأثير الذي تركه الفيلم في نفوس الناس لو كنت موجودة في الصالة لدى عرضه ستشاهدين دموعا من البكاء تتساقط وضحكات وقهقهة من الفراح تعلو وما بين هذين الجانبين هناك بالفعل حالة مزرية في المدينة ربما يوضحها مسألة الحفلة الساخبة من وسط الركوان وكأنها الفينيق كل مرة تبعت من جديد هذه مدينة لا تموت هذه مدينة تتصدى لكل المشاريع ولا تموت ولكنها مدينة أيضا لا تعتسف الحق هي مع الحق تبقى تظل هذا الشيء يجب أن يكون في الاعتبار موجودا ومن خلال هذا العمل الفني أبناء هذه المدينة هم الذين هبوا لكي يرسموا هذه اللوحة متعدلة الألوان كما قلت سابقا في منشور هذا الفنان يمسك قلبه بيد وباليد الأخرى يجمعوا الألوان لكي يشكل الحياة الحياة تجب أن تتشكل بهذه الصورة الجمالية ومن خلال التأثير الذي زرعه أو قده هذا الفيلم وسط الجمهور هنا في عدن الكل الكل كان يخرج ليعبر أنه لم يتوقع ليقول أن فاق تصوره ليقول بكيت وضحكت ليقول أريد أن أشاهد مرة أخرى ليقول شكرا ويسمي أسماء أم عمر أو مازن أو أي من الفنانين الذين شاركوا لوحة بالحقيقة افتقدناها كثيرا وكأنها جاءت غيث لهذه الأرض التي افتقدت المطر طيلة هذه السنوات وهذه سابقة وكذلك الاهتمام بهذا الفيلم وهو نداء عبر هذه الشاشة لكل الزملاء الصحفين الكتاب أحد الذين تواصل معهم عبر فيسبوك قال لي هناك أشخاص بالغوا وقالوا أنه أجمل من فيلم تيتانيك فضحكت قلت له المسألة ليست بهذه الصورة بالتقدير الشخصي إذا هذه الظروف التي تعانيها المدينة والسنوات الحرب وما بعد الحرب وبما تسنى من الإمكانات أن ينتج هذا الفيلم فهو قد يفوق كل التوقعات وإذا كان هناك توصيفات من هذا النوع فهي لا تشتح أبدا نعم إذن ملاحظة أن هناك حركة فنية على أكثر من صعيد أستاذ نشوان معاهد موسيقى تستعيد مجدها مأسارح السينما حتى الآن إلى أي مدى ممكن أن تؤثر هذه الأدوات في فرض واقع جديد في المدينة يعني بحيث لا يستطيع السلاح أن يفرض نفسه بالفعل هناك في التاسع والعشرين من يوليو الماضي بدأت دورات صيفية تنشيطية في معهد جميل غانم العالي للفنون الجميلة كنت أعددت مادة وقابلت مدير المعهد فؤاد مقبل وهو فنان تشكيلي أطلعني على الكثير من أمور المعهد جاءت هذه الدورات بدعم من الوزير مروان دماغ وزير الثقافة وكانوا يتوقعون أن يكون الإطبال بين عشرين إلى ثلاثين ربما كائنا أو شخصا يريد التقدم إلى تنمية مواهبهم لكن العدد وصل إلى سبعة وسبعين وهناك إقبال آخر ربما سيكون بعد العيد باستيناف الدورة تقريبا أمس سأنفوها ويقول للمدير أن هناك من أبدأ استعداده من أجل دراسة النظامية ستة شهر أو ثلاثة أعوام في المعهد ما بين موسيقى آلة موسيقية وبين مسرح وأيضا فنون فنتشكيلي هذه بالفعل الحدثين الهامين المعهد قميل غانم الذي ذات ماضي عريق منذ بداية السبعينيات وأخذ اسم الموسيقى الشهير قميل غانم وأن يكون بهذا المستوى من الإقبال عليه من قبل الشباب والصغار ما بين التلاميذ المدارس الصوفة الابتدائية وأيضا الشباب الكبار وكنت قد لاحظت هذا أيضا هناك من المدرسين كانوا موجودين والزميلة ربما في جامعة عدن أحد الزميلات المعيدات كانت موجودة أيضا وهناك من الأهل وآخرين من الذين نعرفهم أقبلوا كثيرا على هذه الدورات وأنتم في قناة فلقيس غطيتوها عبر مراسلكم هنا في المدينة بالتالي هذا الحدثين الذي هو متعلق في المعهد بهذه الصورة الفنية وأيضا هذا الفيلم يعبر دلالة واضحة على أن هناك ما أغفل لأن الآن الذي أعلى على السطح كله هو عبارة عن آراء وآجندة وخلافات بين الفرقاء السياسيين الذين نأمل كل الأمل طبعا أن يكون الجامع بينهم أكثر من الذي يقمعهم أكثر من الذي يفرقهم بالتالي سعدت الأمور والشؤون السياسية وتراجعت ربما الجملة الثقافية الفنية ولكن هذه الجملة عادت مرة أخرى إلى الواجهة ونأمل أن كل الأطراف والأطياف في المدينة أن يساهم قدر الإمكان في إعادة رسم هذه الملامح نعم هذا ما نأمل من الجميع لكنها موجودة وتستعاد نعم إذن شكرا جزيلا وبالتالي هذه الأشياء مفرحة ومبهجة جدا أن تكون موجودة في هذه المدينة ودعينا نتمنى وهذه الأمنيات تظل نعم نتمنى أن تستمر وليست فقط في هذه المدينة ولكن للرئة والقلب والرأس معا لهذا البلد نعم إذن شكرا جزيلا لك لأجل أن تكون بالأخير المواطن هو بيحتاج إلى حال أفضل دائما يؤسفني يؤسفني أن الوقت انتهى أستاذ نشوان شكرا جزيلا لك نشوان العثماني الصحفي كنت معنا عبر الأقمار الإصطناعية من عدن أشكلكم أيضا مشاهدين الكرام لحسن تابعتكم لأن نلتقيكم في مساء المنين الجديد كنوا برعاية الله وأنه شكرا